بعد أربع سنوات على بدء التحقيقات العسكرية والقضائية في قضية اختلاص 36 مليار ليرة لبنانية في قوى الأمن الداخلي عندما أقدم 27 شخصاً من ضباط ورتباء على سرقة أموال المساعدات المراضية المخصصة للعسكريين صدر قرار المحكمة العسكرية ليلة الخميس التهم الأساسية للمحكمين اختلاس استثمار الوظيفة إساءة استعمال النفوذ والإخلال بالواجبات الوظيفية أما المحكمون فأهمهم القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي محمد قاسم العقوبة الأشغال الشاقة السجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 250 مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة المقدم محمود القيسي الشعبة الإدارية العقوبة الأشغال الشاقة السجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 257 مليون إضافة أيضا إلى مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة المؤهل أول خالد نجم أمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية السجن أربع سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها 26 مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وتجريده من حقوقه المدنية العميد نزار بنصر الدين السجن سنتين إضافة إلى غرامة قدرها 100 مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وتجريده من حقوقه المدنية عدد من المؤهلين والرتباء والمعاونين والرقباء في قوى الأمن الداخلي العقوبة أحكام بالأشغال الشاقة والسجن بين سنة وخمسة عشر ومصادرة أموال وتجريد من الحقوق المدنية أصحاب الأسماء الواردة آنفاً ومعهم مجموعة من الضباط والرتباء والعناصر عمدوا إلى إنشاء شبكة احتيال وصارقة وتزوير لوائح اسمية حاولوا فيها إقناع عسكريين بتقديم فواتير مرضية وهمية على أن يتقاضوا ثلثي كيمتها إضافة إلى التلاعب بفواتير مساعدات مرضية من دون علم أصحابها وارتكاب الغش في تلزيمات المباني وأصلاح الآليات واختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي وضع قسم كبير منها في الحسابات الشخصية للضابط المسؤول منتصف ليل الخميس استدعي طبيب إلى المحكمة العسكرية قبيل إصدار الأحكام علما أن أي من هؤلاء العسكريين لم يكن موقوفا ساعة النطق بالحكم ولدى سماعهم الأحكام انهار أحدهم ثم حضرت عناصر من قوى الأمن الداخلي لصوقهم إلى السجن سنوات والمليارات من مخصصات قوى الأمن الداخلي تدخل وتخرج من حسابات الفاسدين دون أي جردة أو رقيب حادث ضج فيه لبنان قبل أربع سنوات لكنه اليوم جزء من منظومة لم تتمكن حتى الساعة من تحديد أي أرقام أو أسباب أو حسابات ريف عقيل قناة الجديد